الأخ، الزوج، الإبن، الأب، أي حد في علاقة قريبة منك لو ما كانش حريص لأنه يرتقي بيك، يبقى هو مش حريص عليك استمرارك في علاقة كاذبة تحت مسامة سلطة الراحة واستمتك في الدفاع عن شخص هو مفكرش ولا مرة أنه يدفع عنك وتحملك شخص مفكرش أبدا أنه ينجيك من أنت بتتحمليه كلها حاجات تثبت لك في وقت من الوقات أن قليل من الأنانية مفيد لحياتك الشخصية وتقول لك أنا دايماً بتخدع في أصدقائي أنا حاسة أن أنا كده أصدقائي قليلين من الحكمة النفسية البالغة أن عدد الصداقة، عدد الأصدقاء ما يكونش معيار لقبولي أو عدم قبولي عند الناس طبعاً، طبعاً وأكبر دليل على ده أن الأسود بتمشي منفردة والخراف بتمشي في قطيع دايماً الأسد يكون ماشي معاً تنين تلاتة وبس الخرفان بيمشوا في قطيع كبير لما حد يحركهم بعصايا، ما فيش واحد منهم يوقف جنبتين معيار الصداقة أنه يفضل جنبك وإن كان أقل دول معارف تعرفيهم ويعرفوك بس ما يعرفوش عنك ولا تعرفي عنهم ودول جيرين تعرفي عنهم ويعرفوا عنك بس لا تعرفيهم ولا يعرفوك ودول زملاء تحكمك بيهم زمالة في كورس، دراسة، عمل، أي مكان موقود بوقت أو بمدة أو بمكان أو بزمان ودول أصحاب يتم اختيارهم من الثلاثة اللي فاتوا الأصحاب بتختريهم من زمالك ومن جيرانك ومن معارفك ودول أصدقاء يتم اختيارهم فقط من الأصحاب التوقع مؤلم جدا، تعرفي لي؟ لي؟ لأن لما بتوقع حاجة بهيئ نفسي كاملا بكل ما قتيت من ملكات ورغبات وإمكانيات وطاقات إن ده هيحصل، ما بيحصلش، يا ربي يحصل، ما بيحصلش، إمتى هيحصل، ما بيحصلش كل ده أنا بستنزف طقتي وبستنزف نفسي هربط لحضرتك مثال بسوط قوي الاستمرار في علاقة أو في أسرة أو في حياة أو ما بين مجموعة من الأصدقاء أو في بيئة عمل كلها أمور قريبة حتى وإن كانت من الأمور خاصة بصلة الرحم زي ما حضرتك زكارتي كده وصلة الرحم لابد أن تكون من الطرفين وصلة الرحم لابد أن تكون موصولة ومن وصلها اللي هو بيسعى لهذا الاتصال أما وإن كان فيها أزية فهنا من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه يعني ما ينفعش أبدا أن النبي يقول من طلب شيئا وكل إليه يعني ترمف وشه ومن طلب إلى شيئا أعين عليه يعني اتخذ بالعون وتكون أم بتتحايل على أب عشان يسأل على ابنه عشان كونسبت الأب يفضل موجود في دماغ ابنه والأب رافض وأنا أقول لا ده صلط رحم كلامنا مع اللي حوالينا حتى مع أولادنا زي الملح في الأكل الكلام اللي إحنا بنقوله وبنردد مفاهيمه عشان تبقى جوانا وتنتقل تبقى جوى اللي حوالينا زي الملح في الأكل لو الملح ده زاد الكلام بقى لا يحتمل ولو ما بقاش موجود ما ينفعش إن أنا استصيغه كذلك الاهتمام اهتمامنا باللي حوالينا من أهم ملكاتنا الشخصية ولازم نتقل لها فيها أقول لحضيك تجربة بسيطة جدا إنق موجود فيه ميا وحطوا فيه ضوف ضع ودي تجربة عملت في أحد الجامعات أظن كانت هرفض أو غيرها وصلوا درجة المية بالتدريج إن سخنتها تبدأ تزيد درجة حرارة المية تعلى شوية بشوية ابتدى الضفضع يكيف نفسه على تحمل درجة حرارة المية ابتدى الضفضع يتكيف مع درجة الحرارة ويبزل كتير جدا من طاقته في التكيف مع درجة حرارة المية اللي بتزيد إلى أن وصلت المية أو قاربت لدرجة الغلايان وحين قرر الضفضع إن هو ينط من المية بكامل طاقته بس للأسف ما كانش عنده طاقة ما قدرش إن هو ينط من المية عشان كان يستهلك بتكيف خاطئ إحنا بنقول عليه تكيف إيجابي بصي أنا دايما لما بيجي لي اتنين من الجوزين جداد بقول لهم مش مهم إن انتوا بتحب بعض أدقي المهم أنتوا بتحترموا بعض أدقي مثلا لو لقيت علاقة مش مبنية على الاحترام ما كملش لما بيجي لي أخي بشتك من أخواته ما بيهمنيش قوي هو أخواته أزوف إيه يمكن غصبا عنه يمكن ما كانوش يقصوده بس بيهمني قوي هو أخواته بيحبوله الخير ولا لا يعني في المستقبل لو جات لهم فرصة إن هم يقزوا هيعملوا كده ولا لا لو تأكدنا من ده ما ينفعش إنه هو يكمل يبعد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها المكان اللي أنا فيه أبعد عنه واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا برضو مش فهمة هو أنت عايزني أدى الناس حتى لو الناس اللي حولها مش كويسين أي وعايزك تديهم إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة عودني أن يعطيني يعطيني وعودتهم أن أعطيهم فأخاف وأن أقطع عادتي عنهم فيقطع الله عادته عني يعني لما ربنا بيديك وإنت تتعود أنك تديهم ده يفضل موجود معك طول الوقت المسألة هنا محكومة بأن حياتك ممكن يكون فيها قدر من العطاء وعلى قدر من العطاء أنت ربنا بيحطك في هذه القيمة ويقول إمامنا ابن عطاء السكندري إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك لو ربنا أقامك في نفع الناس يبقى أنت من خير الناس عند رب الناس وإحنا مهمتنا كمعالجين نفسيين نشر الوعي النفسي ما بين الناس عشان نسبة الخير تزيد على نسبة الشر جوانا وبالتالي نقدر نصدر اللي حوالينا الإيجابية اللي إحنا مستنينها منهم ببساطة شديدة أنا مش عايز الناس تتحمل من اللي حواليهم إن هم يمروا بمقاسي أكتر من الصعب جدا نفسيا الاستمرار في علاقة تطفي عليك مزيد من السلبيات أو الاستماتة في الدفاع عن من لا يدفع عنك أو التقدير من لا يقدرك حب النفس مش معنى الأنانية حب النفس معنى احترامي لذاتي وبالتالي أنا لازم قولي هذا الاحترام لي قبل ما انتظروا من الآخرين بس أنا عايز ألفت نظر الناس لحاجة صدقيني كل واحد بيلعب على تكت الإيجابية جواه وبيحاول هو نفسه يبقى إيجابي وهو نفسه بخير بتبقى صدماته في الناس أل وبيبقى تعرضه للوهم أل ليه؟ لأنه هو نفسه مش بيعيش في الوهم لا في أحلامه ولا في طموحاته ولا في افتراضاته بيكون واقعي واقعي حتى في أنه يعمل مع الناس الخير واقعي في أنه قرب للناس الخير فربني يدي له خير واقعي في أنه يتعامل مع الناس بالخيرية اللي هو مستنين من أحلامك مش اللي حضرتك بتشوفه في منامك أحلامك اللي بتسعي لتحقيقه في يقظتك أحلامك هي اللي انت بتحاول تحقق إيه فعلا اللي بتوصليله من مديات اللي بتوصلينه من نجاحات اللي بتوصلينه من أمور ملموسة الحلم مش منام الحلم هدث بس هدف كبير وعلى قد حلمك على قد ما هتكون في الدنيا ومن أكبر الأخطاء اللي بشوفها في وسطة كتير جدا من الشباب إن ما تبدأش بأحلام كبيرة عشان تعرف تحققها بقول لحضرتك لأ ابدأ بأكبر حلم ممكن تبقى عايزه بس اسعاله صح والتجن هات الحلم بهدث حط خطة بلاش تبقى بلانر هايل أحسن واحد يحط خطة وأحسن واحد ما ينفذهاش نفذ من الخطة لو كل يوم قيداء ملا صدقني في يوم من الأيام هيبقى حلمك الكبير ده حلم صغير واستحلم أكبر طلع لما أنت نجحت